اشتركوا في القناة لم يحقق المستهدف منه بعد نظرا لصعوبة الاوضاع الاقتصادية في العديد من بلدان القاهرة وشروط التجارة والاستثمار الدولي غير المؤاتئة وتحديات الامن والاستقرار التي تحول دون ترجمة هذا النمو لتحسن ملموس في حياة الافراد فضلا عن تزايد مخاطر النزاعات المسلحة والانشطة الارهابية والاجرامية العابرة للحدود والسمرار التدخلات الخارجية التي تؤثر على استقرار المجتمعات والدول وفي هذا الاطار نسعى من خلال عملنا المشترك والتفاعل الايجابي مع شركائنا من الدول والمؤسسات لتحقيق التنمية المستدامة التي من شأنها تفديد مخاوف ابنائنا وبناتنا من المستقبل وتحقيق تطلعاتهم في الحياة الامنة الكريمة السيدات والسادة ان من اهم التحديات التي تواجه شعوبنا هي التغلب على دعاول انغلاق والحماية ولعلكم تتفقون معي بان موضعات التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات تمثل البوابة الزهبية لتحقيق هذا الهدف كما انها من اهم محافظات النمو الاقتصادي واحد عام التنمية المستدامة وركيزة اساسية لبناء اقتصادية تنافسية ومتنوعة واقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات من خلال توفير فرص عمل استنادا الى عوائد الابتكار والتجديد ان قارتنا الافريقية مؤهلة اكثر من غيرها للتعامل مع الادوات المستحدثة في القرن الحاج والعشرين خاصة وان 60% من سكان افريقيا البارغ تعدادهم 1 و 2 من 10 مليار نسمة هم دون سن 25 عاما ينضم منهم 12 مليون لشوق العمل سنويا وهما ادى الى ارتفاع معدلات البطالة او غياب الامن الوظيفي في افريقيا وامانا من مصر باهمية التحول الرقمي فقد قضت على هذا الطريق بشكل ملموس وعمدت الى وضع خطة شاملة لنشر الوعي المجتمعي باهمية التحول الرقمي وتحقيق طفرات على صعيد البنية التحتية الرقمية وتوطين التكنولوجيا في مختلف المحافظات المصرية وذلك من خلال عدة مشروعات على رأسها مشروعات منصة تقديم وتبادل الخدمات الحكومية وتطوير الادارة المحلية بالاحياء والمدن ونظام تسجيل المواليد والوفيات هذا الى جانب تنفيذ عدد من المبادرات اهمها مبادرة المعامل الالكترونية المتكاملة بالمناطق التكنولوجية مبادرة تصميم وتصنيع الالكترونيات محليا ورقمنة المحتوى الثقافي المصري فضلا عن خطة طموحة للمدفوعات الرقمية تعقل قدرا اعلى من الشمول المالي كما تم انشاء الاكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات لدول الاحتياجات الخاصة لتمكين ابنائنا من دول الاحتياجات الخاصة من استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واعتحت الفرصة لهم لمواكبة التطورات الحديثة والمشاركة فيها السيدات والسادة اننا في مصر نعتذ كثيرا من تمائنا الافريقي الذي دون الارتكاز عليه لن تؤتي جهدنا العائد الانسل على الصعيدين المحلي والقري وعليه فقد سعت مصر ونجحت في استضافة معمل الامم المتحدة الافريقي لرعاية الابداع التكنولوجي والذي تم تجيزه باحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية لتعزيل قدرات الباحثين والعاملين بالمجالات التكنولوجية من مختلف عنحاء القارة الافريقية على صياغة حلوز تكنولوجية متقرة تساهد في مواجهة التحديات العالمية وتنفيذ اهداف الامم المتحدة التنموية 2030 والاجندة الافريقية للتنمية 2063 كما قمنا باطلاق مبادرة افريقيا لابداع الالعاب والتطبيقات الرقمية بهدف تدريب عشرة الاف شاب مصري وافريقي كمطوري العاب وتطبيقات الالكترونية خلال ثلاث سنوات المقبلة ودعم إنشاء مائة شركة متخصصة في هذه المجالات في مصر والقارة الافريقية كما انتهت مصر الشهر الماضي من استضافة النسخة الحادية والعشرين من معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ICT والذي يعد ملتقى لشركات القطاع العام والخاص لعرض أبرز ما توصلت إليه على سعيد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السيدات والسادة تأتي موضعات التكنولوجيا